أبرز الأنشطة الثقافية خلال هذا الأسبوع كانت تمزيجا بين الثقافة وسياحة وتمثل ذلك في احتضان منتج عدوغيا لفعاليات اليوم الدولي لسياحة نسخة العام 2024 والذي تزمن مع إطلاق الموسم السياحي الجديد وقد جمع هذا الحدث عددا كبيرا من شخصيات وزارة السياحة والثقافة بالإضافة إلى سكان مركز إداري ماني وكان تحت إشراف وزير التنمية السياحية الثقافة والهرفي يدوية أباكر روزي تاكيد ويحدث هذا اليوم إلى تعزيز السياحة في شات حيث أن شات مليئة بالإمكانات السياحية والثقافية الحائلة التي تتويجها المناظر الطبيئية والمواقع العسلية وقال الوزير إن السياحة هي ناقل اقتصادي ومؤشر على التماسك الاجتماعي وسلم ويمكن للسياحة أن تكون حافزا للسلام مهرجان الداري هو الحدث السقافي الآخر الذي شهده منتج عدوية حيث كان إعلانه هناك وهو في دورته التي تعد السادسة من نوعها وستكون في الفترة من الحالي والإشرين من ديسمبر إلى الرابع من يناير عام 2025 وسيتم وضع هذه النسخة أيضا كسابقتها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية محمد إدلس ديبي إتنو ترجمة نانسي قنقر